في بيان تاني بقى على الصعيد الآخر تلع لأن برضو كان في بعض الاتهامات كده. البيان ده تلع عن الكاف ليه لأن مسؤوله الاتحاد الافريقي لكورت القدم يعني ردوا أو اتهموا أصلا على التهم ببعض الاتهامات. طيب هما تلعوا بقى ردوا على الاتهامات دي بقالوا ايه؟ هما اتهموا يا كريم بالمحابة لمنتخب الكاميرون وتزوير فحوصات كورونا لللاعبين. خاصة الناس بتقولك أن الكاميرون ما غابش عنها أي لاعب من بداية البطولة بسبب بيروس كورونا. الانتخابات كلها التانية عندهم حالات قد كده. لكن الكاميرون ما حصلش حالة واحدة. طيب ممكن يكون فعلا محدش أصاب. وممكن يكون لا. البيان على كل حال تكلم أو كان كلماته كده تحديدا قال. الانتقادات والشكوك حول الشركة المسؤولة عن إجراء الاختبارات طوال كأس الأمم الافريقية. إنها شركة موثقة ومستقلة وخبراتها راسخة. ده الكاف بيروس. وكانت مسؤولة عن إجراء الاختبارات خلال بطولة أوروبا وأثناء أيضا كأس العرب. لذا فإن هذا المختبر هو الذي أتى إلى هنا بمعداته الخاصة. ويجري اختبارات الفرق واللاعبين والمسؤولين. ده طبعا يعني موجهة للناس اللي هي شككت. ده الرد الموجه للناس اللي هي شككت. فعلى كل حال يعني طبعا برضو الناس رجعت وقالت لك تاني ما هو اللي حصل مع منتخب جزر القمر. وفكرة تاني أنه هو خد مباراته أمام الكاميرا أنه هو ناقص عشر لاعبين بسبب فحوصات كورونا. بما فيهم حرس المار ما اتكلمنا في النقطة دي قبل كده. فده برضو أدى إلى علامات استفهام. وجود علامات استفهام. يعني معقولة الكاميرا لما بيجي يلاعب فريق بيحصل كده عشر لاعبين وغيره وغيره. فعلى كل حال البعض ممكن أنه هو يصدق فكرة أو يعني الستوري أو يعني الحقيقة من الكاف. والبعض الآخر ما صدقهاش أو عنده تشككات. أنا معرفش أنت مايل لأنهي يعني. أنا معتقدش أن الموضوع يبقى فيه. أنا مايل لفكرة تاني خالص. فكرة أنه والله يا رسيب كنت أقولك أنا أعوان. فكرة أنه لو دورة رمضانية مش هيحصل فيها هذا كم من الأمور الغريبة العجيبة. سواء بابتداء من أرضية الملعب. الكور المهوية اللي في كتير من المواتشات بيضطروا أنهما يغيروها كل شوية. يعني فيه حاجات كده لا تتماشى بالمرة مع فكرة أنه نحن نتكلم على كاس أمم أفريقيا. صحيح. نحن نتكلم على حاجة كبيرة جدا ما ينفعش. طب يعني حتى فيه ناس رجعوا برضو قال لك إيه طب كان ليه فيه إصرار من الأول على برضو الاستمرار في تنظيم هذه البطولة. وخصوصا في ظل تفاشي جائحة كورونا وفي ظل عدم الجاهزية وعدم الاستعداد. يعني عموما حاجات عجيبة اللي يمينا في نهاية المطاف خلاص البطولة بالفعل موجودة وإحنا بالفعل فيها وربنا يكرمنا كده إن شاء الله.